اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء صدق الله العلي العظيم لا أتمكن كلمة تعد من التبريرات الشائعة في ارتكاب الأعمال السيئة الشخص يرتكب خطأاً عملاً سيئاً والعياذ بالله يرتكب معصية عندما يؤنب بارتكاب هذا العمل السيئ يبرر كيف يبرر إحدى التبريرات الشائعة كلمة لا أتمكن أنا لا أتمكن من تركي هذا العمل نفسي ضعيفة أمام شعواتي لا أتمكن من مقابلة النفس من مخالفة النفس لا أتمكن هذه الكلمة كلمة لا أتمكن ليست إلا تهدئة إلا تبريد القلب الشخص يريد أن يبرد هذا الغليان هذه النار المشتعلة في داخله يريد أن يطفئ هذه النار فيقول أنا لا أتمكن يعني معذور الوسواسي يعلم أن العمل الوسواسي عمل سيء حرام معصية لله عز وجل لماذا تعمل يقول أنا لا أتمكن أنا أترك الوسواسي الشاب الشاب يمارس العادة السرية هذا الفعل القبيح يقال له تعلم أن هذا العمل حرام نعم تعلم أن هذا العمل يدمر جسمك نعم تعلم أن هذا العمل يوجب لك أمراض نفسية في المستقبل نعم إذن لماذا تفعل يقول أنا لا أتمكن في داخله يوجد شيء أنت تعمل عملا سيئا تعصي الله عز وجل يريد أن يهدئ داخله يقول أنا لا أتمكن تبرير الشاب يستمع إلى الغناء وهو يعلم أن الغناء حرام يقول زوجتي لا تمكن أن أخالفها هي تحيب أن نجعل هذا الصوت داخل البيت لا تمكن أن أخالفها ولا أتمكن ولا أتمكن ولا أتمكن يريد أن يخدع نفسه وبالفعل أحيانا يخدع نفسه شيئا فشيئا يبدأ يصدق بأنه بالفعل لا يتمكن تخدع نفسك تتمكن أن تخدع ربك لا تتمكن أن تخدع الملكين أترك الملكين تتمكن أن تخدع المؤمنين لا من طرق الشيطان المكشوف أمامه كثيرا من المؤمنين هذه الكلمة لا تمكن تتمكن مرة يطلب منك أن تطير في السماء بدون أدوات نعم لا تتمكن يطلب منك أن تصبح مليارديرا في ساعة نعم معقول لا تتمكن بالفعل لا توجد لك قدرة كافية على هذا الفعل أما تترك هذا العمل تتركه صعب نعم صعب ولكن تتمكن لا تتمكن يعني ماذا كلمة غير صحيحة كلمة لا تمكن هناك كلمة صحيحة وردت في الروايات الشريفة والذي يحركك تلك الكلمة سواء نحو السلبيات تلك الكلمة أو نحو الإيجابيات كلمة العزم عزمته عزم إرادة الذي يجعل الوسواس يعمل بالوسوس عزمه الذي يجعل الشاب يمارس أجلكم الله العادة السرية القبيحة عزمه الذي يجعل المرأة تخرج متبرج عزمها الذي يجعل الشخص يؤذي الناس بلسانه عزمه هذا الذي يحركك لا زوجتك تحركك ولا صديقك يحركك ولا شهواتك مسلطة سلطة كاملة عليك أنت عازم على إطاعة نفسك عازم على إعطاء النفس شهواتها هذا العزم يجعلك تعطي النفس شهواتها هذا في الجانب السلبي في الجانب الإيجابي العزم هو الأساس سيدنا هذا شيء صعب شخص تعوت سنوات على عمل سيء مرة واحدة يريد أن يقلع نفسه نعم صعب أنا ما قلت أن العمل ليس صعبا ولكن الذي يعزم يتمكن أبو ذر الغفاري حسب ما كتبوا عنه سنوات طويلة كان يمشي مشي سيء جدا في بداية حياته على أقل التقادير المقدار الذي قد يكون من المسلمات قد يكون أنه كان مشركا بالله عز وجل هذا الذي كتبوا عنه مرة واحدة المشرك يغير منهجه يصبح مسلما مؤمنا عظيم الإيمان هذا شيء سهد صعب عزم إرادة خلص اتبع الحق هذا الحق رأيته خلص تمكن البعض عندما يذكر الإنسان أمثلة من عظماء خصوصا عظماء قدماء يرى أن القضية بعيدة عنها ليست في متناول أيدينا أين نحن من أبي ذار هذا أبو ذار الغفاري أنا إنسان عادي ما أتمكن وإن كان هذا الكلام غير صحيح لكن لا بس أتي لك بنماذج حية غيروا بصعوبة شديدة ولكنهم غيروا لا أذكر لكم نموذج واحد نموذجين ثلاث نماذج لا نماذج كثيرة المستبصرون المتشيعون غيروا أم لا أنت تريد أن تغير عملا واحدا تعودت عليه تقول صعب هو غير كل حياته ما غير شيء واحد تعود عليه مئات الأمور التي تعود عليها أربعين سنة خمسين سنة غيرها مرة واحدة في حياته هذا ليس صعب كل حياته تتغير يمشي في طريق جهنم مرة واحدة يريد أن يمشي في طريق الجل كل النظام يتغير في حياته أصلاً حياته تنقلب تصبح حياة ثانية وكم يدفع هؤلاء ثمناً باهضاً صعباً في سبيل هذا التغيير أنت لكي لا تزعل زوجتك لكي لا يغضب صديقك عليك ترتكب محرماً والعياذ بالله هذا الشخص لا تزعل منه زوجته تتركه زوجته تتركه أمه يتركه عمه يتركه أبناء عمومته ليس فقط يتركونه يعادونه يؤذونه يضربونه يتهمونه يفعلون به ما تمكنوا منه مع ذلك يصمت شخص واحد نموذجين نموذجان ثلاثة عشرة ملايين من أمثال هؤلاء موجودون اليوم كم هو عدد المتشيعين الله العالم بالملايين هؤلاء أنبياء هؤلاء أئمة هؤلاء أصحاب أئمة له وناس عاديون تمكنوا أن يغيروا أم لا أنا لا أتمكن أن أغير صفة واحدة عملاً واحداً صعب تعودت عليه عجيب أساساً هذه الكلمة كلمة لا أتمكن منبعها في داخل الإنسان صفة عنوانها الإنهزامية الإنهزامية في كلمة واحدة تسلب منك قدراتك لا تسلب سلباً واقعياً ولكن فعلياً تسلب منك يعني لا تشلك شللاً حقيقياً ولكن عملياً تشلك قطيع من الحمار الوحشي أجل لكم الله ثلاثمائة حيوان خمسمائة حيوان يهجم عليها أسد واحد قطيع ضخم يهرب لماذا هؤلاء يهربون هذه الحيوانات لماذا تهرب عندها قدرة كافية على أن تسحق الأسد خلال ثواني تتمكن أن تهشم كل عظام الأسد خلال ثواني كل واحدة من هذه الحيوانات لو ضربت ضربة واحدة للأسد خلال ثواني يموت لماذا تهرب الانهزامية شيء مركوز في نفوسهم اسمه الانهزامية هذا أجل لكم الله الجاموس الأفريقي الضخم رأيتم حتما في مقاطع فيديو ثلاثة من هذه الحيوانات تتمكن أن تقتل الأسد ثلاثة قد أقول اثنان من هذه الحيوانات حيوانات ضخمة قوية جدا لماذا تهرب من الأسد انهزامية الانهزامية تسلب منها ما تمتلك من قدرات سلبا لا واقعيا سلبا فعليا بالفعل عندها قدرة ولكن عملا تكون مسلوبة القدرة بسبب الانهزامية إحدى العوامل الأساسية لانهيار الاتحاد السوفياتي أن الدول الغربية أقنعت القادة السوفيات بأنكم ضعاف هذه إحدى الأسباب بطريقة ذكية جدا طبعا هناك أسباب أخرى أيضا هذه جزء الأسباب المهم أنهم تمكنوا من إقناع القادة السوفيات بأنكم ضعاف بأنكم لستم في المستوى الاتحاد السوفياتي هذا البلد القوي الضخم نهار تفتتت الانهزامية توجب انهيار قوى عظمى توجب تفتت امبراطوريات الانهزامية خطر هذه الانهزامية تقول لك أنت لا تتمكن سبعون سنة تبقى ترتكب عملا محرما مصرا على هذا العمل المحرم بعذر أنني لا أتمكن لا أنت تتمكن إعزم تتمكن نقطة أخرى أنت لا تصبر على زعل زوجتك كمثال أقول هذا المثال لا تصبر على غضب صديقك لا تصبر على ضغط شهواتك لا تصبر على لا تصبر على اعرف أنك سوف تصبر على ما هو أشد من هذا الصبر صعب تريد أن تترك هذا العمل الذي تعودت عليه صعب هذا الصعب هذا الصعب لا تريد أن تتحمله سوف تتحمل صعوبة أكبر من هذه الصعوبة بأطعافها الدنيا فيها التوازن شئنا أم أبينا أذعنا أم رفضنا كل ما يزاد في هذا الجانب يحصل نقص في جانب آخر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه صلوات الله وصلوات المصلين في نهج البلاغة يقول ترك الذنب أهوا من طلب التوبة جدا عظيم المولى صلوات الله وسلامه عليه لا يقول ترك الذنب أهوا من العقاب الأخروي ذاك واضح بديهي ترك الذنب فيه صعوبة هذه الصعوبة أسهل من العقاب الأخروي واضح لا الإمام عليه الصلاة والسلام الكلمة جدا عظيمة وجدا دقيقة يقول صلوات الله عليه ترك الذنب أهوا أسهل من ماذا من طلب التوبة طلب ترك الذنب فيه صعوبة نعم هذه الصعوبة أقل من صعوبة أنك ترتكب ذنبا وتطلب التوبة تطلب بالفعل دققوا في ذلك هناك أحاديث تفسر هذا الحديث طبعا كيف أن طلب التوبة صعب طلب التوبة ليس سهلا هذا شيء هذه مفردة ومفردات أخرى أنت تترك الذنب لا تضطر أن تتوب من هذا الذنب على الأقل فالدنيويا أنت الرابح مع قاتل نظر عن الآخر الصعوبة أقل فيه صعوبة في ترك الذنب هذا الذي تقول لا أتمكن تتمكن منه ولكن فيه صعوبة الصعوبة أقل من الصعوبة التي سوف تتحملها سوف تتحملها إذا لم تتحمل هذه الصعوبة كن على يقين المرة التي تخرج كمثال هذا كمثال تخرج متبرجة وهي تعرف أن هذا العمل عمل سيء مرة شخص غير مقتنع لا بس يتكلم مع الناس قد يقتنع وقد لا يقتنع مرة بعض الناس المؤمنون هؤلاء مقتنعون بأن هذا الأعمال سيء أعمال ضر مع ذلك يريد أن يترك يجد صعوبة لأنه تعود امرأة تعلمت تعودت على التبرج تخرج متبرجة بدون حجاب مرة واحدة تريد أن تلبس الحجاب صعب ما هي الصعوبة الصعوبة أن صاحبتها تقول لها لماذا لا عب تسأل منها سؤالا خلص هذه الصعوبة ليس أكثر من ذلك هذه الصعوبة لا تريد أن تتحملها سوف تتحمل في مقابل هذه الصعوبة صعوبة أكبر من ذلك إن عاشت في الدنيا وإن ماتت فلا أمر إلى الله عز وجل هذا أولا الصعوبة أكثر ثانيا صعوبة صعوبة يعني أنت لا تتحمل صعوبة في الدنيا تحمل تريد أسوة لا أعطيك أسوة برسول الله لا أعطيك أسوة رسول الله لا يرتكب الذنب لا أعطيك أسوة بأصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعطيك أسوة بهؤلاء هذه البنت التي تشيعت بنات شابات يتشيعن بنت عمرها عشرين سنة عمرها خمسة وعشرين سنة عمرها ثمانية عشر سنة تشيعت كم تتحمل من أذاء قطعا تعرفون بعض القضايا بلادنا بلاد متخلفة عقول متحجرة كيف يتعاملون مع هذه البنت عندما يعرفون أنها تشيعت ماذا يصنعون بها أقل شيء السب والضرب هذا أهوى شيء أنا المؤمن لأجل ألا أسمع كلمة من صاحبي لا أترك الذنب أستمر في الذنب هذه بنت يلزم أن أخجل أنا وأنثالي من هذه البنت بنت شابة صغيرة تتحمل كل هذه الصعوبات تغير منهج حياتها كليا وأنا أقول أنا لا أتمكن من شغلة صغيرة بسيطة أذنب تعودت عليها خلاص يوم يومين ثلاثة أيام عشر أيام سعوبة خلاص انتهاء هذه أسوتي ولله الحجة البالغة يوم القيامة قد يأتي الله سبحانه وتعالى بهذه البنت الضعيفة الصغيرة الضعيفة في أهلها يقول لماذا ارتكبت ذنبن أنت أقول كنت لا تمكن أن أترك الذن صاب يقول هذه ليس عيبا على الإنسان المؤمن ما كانت مؤمنة أصلا كانت تمشي في طريق آخر منحرفة تمكنت أنت ما تمكنت أنت المؤمن هذه أسوتي لا نحتاج إلى أسوة من العظماء كلمة لا أتمكن نحذفها من حياتنا في الأمور السيئة التي نقتنع بأنها سيئة عندنا إذعان بأنها والعياذ بالله والعياذ بالله ذنوب خلاص لا المعصر لله سوف يجل فيه موالله حتى لو كانت هناك صعوبة هناك موضوع آخر عن الإنهزامية هذا موضوع مهم وهو موضوع مرتبط بموضوعنا ارتباط السبب بالمسبب نظرة الدين إلى الإنهزامية ونظرة الماديين إلى الإنهزامية لأنه في الماديات أيضا عندهم هذا المفهوم وعندهم تفصيل نظرة الدين تختلف جوهريا عن نظرة الماديين في الإنهزامية لعل هذا الموضوع نوفق له في وقت آخر نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد الله سبحانه وتعالى وعجل اللهم فرج محمد وعجل اللهم فرج محمد فاجعلنا كما تحب أنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة